مرحباً في كل تخصص أو مرحلة دراسية تتكون من عدد معين من الوحدات الدراسية حيث يتم تصنيفها هنا حسب الموضوعات وتتألف من عدد معين من الوحدات التدريسية أو التعليمية والهدف من هذه الدراسة هو إنهاء وإتمام الوحدات المنهجية للمراحل أو التخصصات للدراسة بنجاح فلنأخذ على سبيل المثال التخصص الدراسي في قسم الهندسة الميكانيكية هنا يتوجب على الطالب في السنة الدراسية الأولى اجتياز الوحدات الدراسية الثلاث المقدمة في الهندسة الميكانيكية وعلم الميكانيك وعلم الفيزياء بنجاح فيما يخص الوحدات الدراسية علم الميكانيك فهي تتكون من اثنين من الوحدات التعليمية أو التدريسية والتي يجب فيها إتمام وتقديم عدد من المنجزات على سبيل المثال الواجبات المنزلية الكتابية بالإضافة إلى ذلك هناك تقييم بالدرجات أو العلامات للامتحان التحريري النهائي حيث يتم فيها اختبار محتوى كلا الوحدتين التدريسيتين أو التعليميتين يطلق المرء عليها هنا الامتحان النهائي التحريري للوحدة التعليمية تعتبر الوحدة الدراسية قد تم اجتيازها في حالة إتمام الامتحان النهائي التحريري للوحدة التعليمية والواجبات التكميلية بنجاح الدرجة للوحدة الدراسية هي عادة درجة الامتحان النهائي التحريري للوحدة التعليمية كم هو عدد الوحدات المنهجية التي يتوجب على المرء اجتيازها في هذه المرحلة لكي يتمكن من الحصول على مؤهله الدراسي يختلف من مرحلة دراسية إلى مرحلة دراسية أخرى ومن جامعة إلى جامعة أخرى اشتركوا في القناة